يا الله 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه كان الكلام في هذه النقطة وهي أنه ما هي الخطوات التي ينبغي أن نسير عليها لنستنبط الحكم الشرعي طبعا إنما أقيد كلامي بالحكم الشرعي باعتباري أن كلمات الأعلام في تعارض الأدلة مرتبط ماذا بالحكم الشرعي يعني هذه من نواقص أبحاثنا الأصولية بشكل عام خلوا ذهنكم أعزائي يمي هذه النقطة احفظوها جيدا واذهبوا ودققوا فيها واسألوا أهل العلم والمتخصصين أيضا انظروا ما هو جوابهم وهو أن علم الأصول بشكل عام وأن أبحاث التعارض بشكل خاص إنما كتب لأجل استنباط الفقه الأصغر الحلال والحرام ولذا لا أبالغ إذا قلت أن خمسة وتسعين بالمية من علم الأصول لا ينفع في غير الفقه الأصغر أضرب لكم مثالين ثلاثة أعزائي خلوا ذهنكم يمي المثال الأول حجية خبر الواحد من أهم أبحاث علم الأصول حجية ماذا؟ خبر الواحد سؤال خبر الواحد حجة خبر الثقة خبر الثقة حجة في العقائد لهم حجة في العقائد ماذا تقول؟ الكل قالوا أنه ليس بحجة إذن هذا البحث ينفعنا في المبحث العقائدي أو لا ينفع بعد؟ لا ينفع ماذا نفعل إذن؟ ما هو الحجة في باب العقائد؟ هذا في هذا الأصول الموجود بأيدينا ما مكتوب لا بد نبحث عن علم آخر عن باب آخر نبحث فيه ما هو ملاك الحجية في باب العقائد؟ ما هو ملاك الحجية في باب التاريخ؟ يصرحون الأعلام يقولون الخبر الأدلة دلت على حجية خبر الواحد أو الثقة في باب الحلال والحرام أما في باب التاريخ ما أعدنا نجي دليل لحد أبدا في باب التفسير الروايات ماذا؟ روايات التفسير ما هو الملاك في حجية الأخبار المفسرة؟ هم خبر الثقة؟ لا يقولون لا أبدا لا علاقة هذه بتلك إذن هذا الأصول الموجود بأيدينا في باب حجية خبر الواحد الذي يشكل رقنا أساسيا في علم الأصول المعاصر نافع في غير الفيق أو غير نافع؟ غير نافع ما الذي ينفع؟ له باب آخر لم يبحث العلماء مثال أوضح من هذا الباب الثاني في علم الأصول ما هو؟ الظهور يعني لعله قوام علم الأصول به خبر الواحد ماذا؟ وحجية الظهور سؤال أن الظهور يفيد الإطمئنان واليقين له يفيد الظن ماذا تقول؟ يصرحون أن الظهور لا يفيد إلا ظن إذن الآيات القرآنية التي هي ظاهرة فيما يتعلق بالفقه الأصغار هذا ظن خاص دل الدليل على حجيته إذا دل الظهور القرآني في باب العقائد لا ينفع لأن الظن لا يغني من الحق شيء في باب التاريخ لا ينفع في باب الأخلاق لا ينفع في باب العقيدة لا ينفع إذن حجية الظهور الأصولي ينفع أين فقط؟ في أن الماء طاهر لأمو طاهر في أنه يفطر أو لا يفطر في أنه يحج أو لا يحج أذني أذني والأكثر من ذلك لا ينفع تعالوا معنا ماذا؟ إلى باب التعارضة عزيزي تعالوا معنا إذا باب التعارض قلتم الآن تدخلون يقولون بأنه باب التعارض أولا ننظر بين الروايتين هل يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي جيد جداً خوف إذا وقع التعارض بين روايتين في التوحيد هم ننفع جمع عرفي أو لا أنا شن نفعوه؟ واحد نحمل على الاستحباب واحد نحمل على الكراهة شن نفعوه؟ شن نفعوه؟ شن نفعوه؟ مثل الروايات المتعارضة؟ بهن جمع عرفي لو ما بهن جمع عرفي؟ بعد يقول عام خاص روايتان في باب الإمامة وحده تقول يعلم الغيب وحده تقول شنو لا يعلم الغيب نسوي عامه خاص نسمي جمع حرفي نسمي مطلقه مقيد نسمي حاكمه معكوم نسمي والده مورود شنسوي لهن إذن إذن كثير من أبواب التعارضة إنما بنيت لأجل شنو لأجل البحث الفقهي فقط لا لأجل البحث في عموم المعارف الديني إذن هذه الدعوة التي توجد على ألسنة البعض وأظنها أنها ناشئة من عدم التدبر لا أقول شيء آخر أن من اجتهد في علم الأصول فهو مجتهد في جميع المعارف الدينية هذا دون إثباته آخر طلقتها خليجيبنا على هذه التساؤل هذا الأصول الموجود غير قادر على أن يجيب على كل تساؤلات المعارف الدينية نعم من اجتهد في هذا العلم علم الأصول صار قادرا على استنباط ماذا؟ الحكم الشرعي أما قادر على الاستنباط في الروايات التفسيرية الجواب كل قادر على الاستنباط في المعارف العقدي الجواب كل قادر على الاستنباط في المعارف التاريخية الجواب كلا قادر في الاستنباط على المعارف الأخلاقية الجواب كلا لأنه له باب آخر لا علاقة له بهذا الباب من هنا لعل الأعزاء سمعوا مذ سنين لعلهم مذ عقدين قلت أننا كما أسسنا علم أصول الفقه نحتاج إلى علم أصول التفسير وإلى علم أصول التاريخ وإلى علم أصول العقائد وإلى علم أصول الوهك لأنه لكل باب معرفي قواعده الخاصة ماذا؟ قواعده الخاصة به ولذا نحن كتبنا مولانا أصول التفسير والتأول هذه أصول التفسير مبنية على هذا الأصل إذن أعزائي الآن إحنا حديثا وين دا نتكلم؟ خلوا بذهنكم وين دا نتكلم؟ دا نتكلم في الفقه الأصغر إذا تعارضت الروايات وإن كان أنا مبنائي لابد أن نوسع الدائرة ولكن أنا دا نتكلم على مباني القوم سيدنا سيد الخوئي سيدنا إذا تعارضت الروايات إذا أردنا أن نستنبط حكما شرعيا ماذا نفعل؟ يقول أول خطبة تعال إلى السند هذا اللي أشرنا إليه في الأسبوع الماضي السند فإن كان السند صحيحا مباشرة ماذا؟ ها؟ اعمل به خلاص تاتل وإن كان السند ضعيفا ماذا أفعل؟ ارمي به عرض الجداء خلاص وهذه الصحة والضعفة مبنية على أي مبنى؟ مبنية على أنه رجال السند ثقات أو ليسوا بثقات اللي الأعزاء يتذكرون قبل دقائق قرأنا من المحقق الهمداني ماذا قال؟ قال لو استلكنا هذا المسلك نستطيع أن نثبت رواية واحدة أو لا نستطيع هذه الجملة هواي خطيرة من محقق كالمهمداني مولانا العبارة قرأناها قال ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة يعني أنه رواة السند صحاح أو ليس بصحاح وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها نعم تريد تسامح تغض النظر حتى تقول هذول جنو وهذا هو الحاصل واقعا وهذا هو الحاصل وهو أن الذين بنوا على مبنى السيد الخوئي واقعا هم مضطرون إلى أن يقبلوا شهادات وهي شهادات اجتهادية وليست شهادات حسية والشهادة الاجتهادية حجة أو ليست بحجة ليست بحجة لأن هذا تابع لاجتهاده قد يصيب وقد ماذا؟ يعني عندما يقول فلان ثقة 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 هذا اجتهد قد أنت تروح تحقق يثبت عندك ماذا؟ ضعيف ضعيف ماذا؟ ضعيف والعكس بالعكس هو قال عنه صعيف أنت يثبت لك أنه ما هو؟ ثقة ثقة أعلى أي أصل كما نحن قلنا في محمد بن السيناء هم ضعفوه ونحن قلنا في من أجلة رواة الإمامية من هو؟ محمد بن السيناء لأن مشكلته كانت عقائديا أن نقول روايات ما تنسجم مع مذاق بعض الفقهاء هذه مشكلتك وهكذا يزيد الجعفي هم ضعفوه ونحن نجعله ماذا؟ جابر بن يزيد الجعفي من أجلة رواة الإمامي وهكذا وهكذا ما رد أجيب الأسماء إذن أعزائي ولكن السيد الخوئي اضطر أن يقبل ماذا؟ توثيقات منه وإلا إذا لم يقبل توثيقاتهم على من يستند أن فلان ثقة أو ليس بثقة على من يستند بعض تقول هو يحقق طريقة مقضوع لأن هذه قضايا شخصية تدروا الرجال مقضية رواية حتى يروا يقراها لابد يعرف سيرته سلوكه أصحابه أصدقاءه مبانيه وهذا ما مكتوب في علم التراجب عنهم شيئا إذن أراحوا أنفسهم قالوا مولانا منه؟ قالوا الطوسي صحيح يحلم جنو توكلنا على الله هو جنو صحيح ولذا يعبر المحقق الهمداني يقول إلا على المسامحة وإلا إذا على التحقيق والتدقيق لا مجال لتوثيق أحد بالمعنى المصطلح لو لا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحج هذه عبارات منه عبارات المحقق الهمداني اللي هو من أكابر فقهاء الإمامي الحق والإنصاف الحق والإنصاف يكفيكم أن تعرفوا العزل لعدهم وقت وأعمارهم إن شاء الله الله يجعل فيها البركة يروحون يقايسون فكتاب الطهارة للمحقق الهمداني وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ليعرفوا الفارق الشاسع بينهما شوفون هذي وين همداني وين والأنصاري وين ولذا في الأوساط العلمية ما عرف الشيخ الأنصاري بكتاب الطهارة عرف عرفه ولم يعرف لم يعرف أبد لعله البعض لا يعلم أنه كتاب الطهارة عنده أو كتاب الصلاة خصوصا كتاب الطهارة أقوله بالخصوص روحه راجعه نعم عرفه بكتابي ماذا؟ الشيخ الأعظم ها؟ بشنو؟ هذا كتاب المكاسب أعزائي من باب الفائدة العلمية حتى تطلعوا عليه هذا من كتاب المكاسب مولانا هذه تقريرات طبعا هذه لا يقلل من شأن الشيخ الأعظم شيئا ولكنه دقائق المكاسب لشريف العلماء في كربل شريف العلماء توفي قبل الأربعين من عمره وكان يحضر في مجلس درسه يقولون لا أقل مئات المجتهدين ومنهم منه؟ الشيخ الأعظم وهو في كم مكان أيضا يشير إليه الشيخ الأعظم يشير إلى من؟ إلى شريف العلماء شريف العلماء من الناس الذين لا يوجد عنده شنو؟ قل لي شنو؟ كتب ما عنده كل اللي عنده شنو؟ دروسه فالذي استطاع أن يأخذ منه حظه الأوفى مثل الشيخ الأنصاري كتب ماذا؟ وإلا لو تقايسون المكاسب وكتاب الطهارة والصلاة للشيخ الأنصاري فالفارق شاسع بين عمق المكاسب وبين الطهارة والصلاة للشيخ الأنصاري فلو كان الكاتب شخص واحد لم امتاز هذا عن ذاك بهذا العمق روحوا ارجعوا هذا من الأبحاث المهمة روحوا ارجعوا ومذكور في التاريخ لمن يريد أن يعرف هذا المعنى إن تقرأوا كتاب الطهارة للشيخ المحقق الهمداني تعرفون المهم أنا دا أشير حتى أبين لكم عظمة منه عظمة المحقق الهمداني أردبين لك بأنه من من الطبق الأولى بلا إشكال بحسب الاصطلاح المتعارف من فقهاء ماذا من فقهاء الإمامي هذا هو الذي يقول بأنه أساسا على سبيل التحقيق لو بنينا على الاصطلاح المتعارف لما أمكن تصحيح رواية واحدة مو أنا دا أقول ولكنه الآن حوزاتنا العلمية قائمة على أي مبنى ها لا أقل جملة من الأعلام على مبنى من مبنى سيد الخوئي وهذا هو الذي يجعلني هيأقف عند مباني ماذا السيد الخوئي البعض يقول سيدنا هسا أنت شنو خالدابك ويا سيد الخوئي لا والله ما خالدابي ويا سيد الخوئي السيد الخوئي علم والآن مولانا أكو خلفه قطار من العلماء دا يتبنون مباني ولا بدت تتضح حقيقة هاي المباني ما إذن ما هو مبنىك أيها المحقق لها مدان إذا أنت ما قبلت مبنى السيد الخوئي اللي هو مبنى ابن طاووس والعلامة وبعد ذلك يقول بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية ما إن شغل أنه الراوي قيل عنه ثقة أو لم يقل مجموعة القرائن تقول هاي الرواية صادرة أو ليست صادرة وهذا الذي قلنا مو المدار على الحجية وعدمها وإنما المدار على الصدور ماذا وعدمي هذا هو مبنى المحققين من علماء الإمامية هذا هو مو مبنى مختصبية هذا هذا وثوق من أين تأتي به شيخنا قال وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الأصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها وعدم إعراضهم عنها إلى أن يقول ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرواة علم الرجال بعد أحتاج أو ما أحتاج أنا ما أحتاج لأنه شهادة الأكابر وهذا اللي أشرنا إليه للأعزة مرارا قلنا إذا قبلتم شهادة الشيخ الطوسي أن زرارة ثقة لماذا لا تقبل شهادة الشيخ الطوسي أن هذه الرواية بالقرائن ثبتت صحتها إما أن لا تقبل الشهادة معا وإما أن تقبلها معا معا أما في الرجال تقبلها يا سيدنا وفي الروايات وصحتها وأنها مقطوعة الصدور ترفضها تلك قسمة ضيزة على إساس إذا تقول هذا اجتهاد فذاك اجتهاد إذا تقول ذاك حس فهذا حس الشيخ الشيخ الطوسي واحد له اثنين واحد وعاش في القرن الخامس من الهجرة ولذا تجد هذا من أهم من أقوى الشواهد أن السيد المرتضى الذي قال بالإجماع على عدم حجية خبر ماذا الواحد اش يدعى ش يدعى مولانا لإجماع على عدم الحجية لعدة بيا روايات شان يشتغل هذا النخوة كلها روايات أخاذ يقول لا مشتبه هاي كل روايات اللي بأيدينا اللي في زماننا أخاذ مقطوعة سيد المرتضى يدعي أنها كلها مقطوعة وإلا على مبناء لا بد ولا التي لو لا رواية من الكتب الأربع شيصية لأن كلها أخبار أخاذ هذه وهذه معضلة علمية أعزائي لابد تحلون موقفكم منها قبل الدخول في عملية الاستنباط وإلا إذا أنت كأهل العلم كطلبة تريد أن تحقق هذه المعضلة متحلك على ثقة تدخل على أمن وليس على بصيرة إلى عملية الاستنباط لو يصير موقفك منه موقف أنه الصحة وعدمها مبني على السنة والسنة بها الإشكالات اللي محقق مثلها مداني ماذا يقول يقول لو بنينا أنه لا نستطيع أن نثبت رواية واحدة لو تقبل ماذا المبنى الأخر المهم سيد الخوائي ماذا قال عزائي في جملة قال بأنه ندخل إلى الوسائل أول ما نشوف رواية نشوف بأنه ناخذ شيخ الطوسي في الرجال شوفه شي يقول عن السنة شنو قال عن السنة قال ثقة 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 حسن 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 عدل 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 إذن أخذ الرواية وشنو روح أعمل بها ولكن بإضافة شنو بإضافة علم الأصول بعد أكثر من هذا ما تحدث اقرأ علم الأصول يعني اقرأ دوره أصولية عند السيد الخوائي وإقرأ علم الرجال عند من عند السيد الخوائي فأنت شنو مجد خلاص تقول لي سيدنا معقول هذا والله مو أنا قايل هو يقول تعالوا معنا إلى التنقيح الجزء الأول أعزائي صفحة 24 يقول مبادئ الاجتهاد يعني كيف تكون شنو مجتهدان يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة لغة العربية هذه مو يتوقف باعتبار أنه أساسا إذا ما يعرف لغة عربية خلص سالب من تفايل الموضوع شون يقدر بعد يقول وأما غيره أما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا لماذا؟ لأنه يقول يعرفه كل عاقل حتى الصبيان فإذا تبين هذا ابن سينة شنو شان مولان ها؟ مولان هذه إهانة لا بيني وبنها هذه متعارفة عبارات مستعملة يقول علم منطق إحنا ما نحتاج يتقول له هذا ابن سينة وخبص نفسه بأنه أول من أسس للمنطق وكتب أربع مجلدات الشفاء وكذا يقول آب أغضر عاطل باطل شون سفوا له هو عاطل يعني شون سفوا له لأنه المنطق يعرفه منه حتى الصبيان خليه أقرأ لك العباد يقول مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان لأنك إذا عرفت على أي عاقل قولك هذا حيوان وبعض الحيوان موذن لم يتردد في أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذن وعلى الجملة المنطق إنما يحتوي على مجرد اصطلاحات علمية لا تمسها حاجة المجتهد بوجه إذ ليس العلم به مما له دخل في الاجتهاد ألبت هذا الذب على صفحة شيئا أخلص لعد شنو نحتاج يقول والذي يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواة شوفوا الاستدلال ما لسيد الخوي علم من أعلام مدرسة أهل البيت انظروا إلى الاستدلال يقول ما الدليل على أننا لا نحتاج إلى المنطق يقول الذي يوقفك على هذا أننا لا حاجة عندنا شنو إلى المنطق ملاحظة أحوال الرواة وأصحاب الأئمة لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة من غير أن يتعلموا علم المنطق ويطلعوا على مصطلحاته الحديثة أنا ما أدري هذول كان قارين علم الأصول يمس سيد الخوي كانوا يستنبطون من غير علم الأصول أيضا إذا أنت تريد تستدل بحال الرواة جزاك الله خيرا فأرحتنا من أصولك ومن رجالك أيضا وإذا تقول لا ذاك الزمان شيء وهذا الزمان شيء خل يجب المنطق والله عشاء الإنسان واقعا يستغرب جدا يستدل بحال الرواة أنهم ما كانوا يحتاجون إلى المنطق خلص سؤال ثبت أن واحد من الرواة كان يقرأ علم الأصول ها؟ يعني ثبت زرارة كان قاري الدورة أصولية ثمان طاعة سنة فالهان باعتبار أن الدورة الأصولية في حوزات نشقد عمرها بعض يقول ثمان طاعة سنة بعض يقول عشين سنة بعض يقول خمسة وثلاثين سنة لابد تقرأ أصولك يعني إذا متت همات بالبرزخم لابد تقرأ أصولك خلص سيدنا إذا كان حال الرواة هو الملاك حال الرواة هو الملاك إذن بعد من أين تقول والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد علمان علم الأصول من أين؟ هذا واحد اثنين والثاني علم الرجال بينك وبين الله عهدة عهدة من أحدا من الرواة شان يقرأ علم الرجال بعد مولانش يحتاج تفسير يحتاج يقول أبد عقائد يحتاج يقول أبد تاريخ يحتاج يقول أبد اقرأ أصول رجال عندي شي صيد مش بعد مولانا تعال آخر هاي صفحة 25 تعال صفحة 26 والمتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحل استنباط والاجتهاد ولكن عند الإمامية لو عندك شنو التضح مما تقدم؟ عندك وإلى المحقق الهمداني شنو قال؟ قال فقد استرحنا من علم الرجال ولذا هو هماتين عبارته صريحة قال وإن من لازم يقول فقد استرحنا يقول أنها كذا ومن قال بمبنى المحقق المهمداني فقد استراح من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال الروا إذن بينك وبين الله أنت الآن بحمد الله تعالى مراهق للإجتهاد خليت قدمك في باب ماذا؟ في بالجأة في التجتهيد مولانا تحتاج علم الرجال لو ما تحتاج علم الرجال قال لابد تعين المبنى أنت مبنىك هذا لو مبنىك شو أما مباشرة مغمضوا أدخل مولانا ما يصير إذن المبنى الذي يقوله سيد الخوي أعزائيك مختصر في جملتين كل اللي تحتاج إليه من مبادئ الاجتهاد لأن تكون جنو مجتهدا في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية قلنا لأنهما ما زاد عن ذلك مو بحثهم أصلا ماذا تحتاج؟ إلى علم الأصول بالمعنى الذي هو يقوله وإلى علم الرجال بالمعنى الذي هو يقوله نحن ماذا قلنا أعزائي؟ الأعزائي تذكرون يوم الثلاثة الماضي شنو قلنا؟ قلنا أساسا لا نوافق على هذا المنهج أصلا وإنما أول خطوة لابد أن نأتي إلى المضمون لا إلى السبب هذا المضمون صحيح أو ليس بصحيح هذا المضمون صادر أو ليس بصادر كيف نتثبت من صدوره وعدم صدوره؟ هذا بحث لا بد أن نبحثه إن شاء الله في الأبحاث القادم إذن الفارق الأول أعزائي بيننا وبين هذا المنهج أسأل ما أريد أن أقول منهج مشهور الأصول لأنه أنا معتقد أن الشيخ الطوسي وغيره كان منهجهم ما أقوله أنا وهو أنه أولا التثبت من ماذا؟ من أن هذا المضمون صادر أو ليس بصادر مو أن نظر إلى السند أنه صحيح أو ليس بصحيح بعبارة واضحة أن الفارق المنهجي بيننا وبين لا أقل منهج السيد الخوي ومن يتبع هذا العلم من أعلام الإمامية هي أؤكد على الشخص حتى لا يقولون يردهين الأشخاص أنا ده ما ده أتكلم عن الأشخاص ده أتكلم عن ماذا؟ عن منهج الفارق المنهجي بيني وبين المنهج الذي انتخبه السيد الخوي سيدنا الأستاذ السيد الخوي وبعض تلامذته أنهم يبدأون من السند وأنا أبدأ من أين؟ من المضمون والمت تقول ما هو الطريق؟ الجواب بيني وبين الله أئمة أهل البيت أعطوا ضوابط واضحة للقبول لصدور السند وعدم صدور ماذا؟ السند وهي شاء الله نقرأ لكم الروايات قال اعرضوه على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدان فقلناه وإلا لم نقله يعني أن تجد له شواهد أين؟ في كتاب الله يا ابن رسول الله لم نجد له شواهد في الكتاب ماذا نفعل؟ يقول فإن وجدتم له شاهدا في كلام رسول الله عجيب يعني نروح نستقرأ كل كلمات رسول الله يقول نعم مكلمات رسول الله في أوساطنا قليلة يقول لا الحمد لله تراث المسلمين مملوء ماذا؟ بتراث رسول الله ونحن قلنا بأنه أساسا نحن لا ندور مدار السنة حتى يقول الرجال هناك شنو؟ ضعاف وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الماتن روح انظر بأنه هذه المتون والمضامين موجودة خصوصا إذا تلك المضامين كانت موجودة عندنا أيضا هذه قراءة تجمع ويشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا في العملية أصلا تختلف كاملا الميزان ما هو؟ يختلف إذن أعزائي وإنت هذا لابد في الرتبة الأولى تحلها في الرتبة الأولى في الرتبة الأولى قبل أن تدخل إلى عملية الاستنباط ماذا؟ منهجك لابد يكون تعرف أن منهجك سندي لو منهجك ماذا؟ مضموني لا أنه تغمض عينيك وتدخل إلى العملية مرة تروح للسند مرة تروح وين؟ للمضم مواحدة من الإشكالات اللي واردة على العلامة المجلسي يقولون جاء إلى أصول الكافي وإلى الكافي بأصوله وفروعه تعامل مع الروايات تعاملا سندية باوعوا باوعوا الكتاب ضعيف 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 وين متروح بروايات الكافي مولانة ما أخذ محول الضعف هاي أضربوا براس الروايات وعد الآن أنت أنظر الفضائيات أي رواية تنقلها من أصول من الكافي شي يقولون لك مباشرة ماذا ينقلون لك؟ يقول علامتكم المجلسي يقول الرواية شنو؟ مجهولته وما تعلمون أن الخطر الذي أوجهه هذا المنهج إلى تراثنا ما هو؟ ولكنه في المقابل يأتي إلى أفترض زيارة الجامعة أو غير زيارة الجامعة يقول وهذه من أهم الزياء مولانة يقول لأن مضامينها عالية عجيب أنت منهجك سندي لو مضمون إياه مين؟ شنو مضامينها عالية؟ أخو حتى مضامينها عالية ثم ماذا؟ أخو تبين فد واحد في السوف عارف مولانا؟ قادر شنو؟ ها؟ ينشئ لك هذه الرواية شنو؟ ثم ماذا؟ نعم تعال قل لي بأن المنهج منهج شنو؟ ولذا أنت على هذا الأساس خلي ذهنك يمي وإن كان وقت تجاوزنا عزيزي لتفتولي جيدة على هذا الأساس تجدون أن نهج البلاغة هجر في حوزاتنا العلمي الله أهم نص من كلمات مطمئنة صادرة ممن؟ من فم إمام الكلام أمير المؤمنين ولكن لأن المنهج منهج ما هو؟ سنديش صار نهج البلاغة عندنا بعض ها؟ تدرون ونقرأ؟ نقرأ عند الموت مولانا عندما نصعد واحد ميت عندك نقرأ لمالت الموت مالت خطبة صح لو مصح؟ بينك وبين الله وجدت أحدا هذا التنقيح أمامكم وغير التنقيح وغيرها شوف أحد يستدل بكلمة من كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة أو لا يستدل؟ بعد شنو؟ وكذلك انتهت عندنا الزبور آل محمد انتهت الصحيفة السجادية عندنا ليش انتهت الصحيفة السجادية؟ ليش؟ ليش موث في ثقافتنا بينكم وبين الله انتوا الآن طلبة فضلاء لا يقل بعضكم عشرين سنة خمسة وعشرين سنة مصطح السنة في الحوزات بينكم وبين الله الى الان كم صفحة من الصحيفة السجادية؟ إلا دعا مكارم الاخرائي الله عبد قارب بما فاتح الجنان ولا ما عندك شغل به؟ مع ان التركيز الوارد على في كتبنا على الصحيفة السجادية لا يعادله شيء لماذا صار مهجورا في حوزاتنا؟ مهجورا علميا ها لماذا صار مهجور شنو السبب؟ هذا المنهج السمدي الذي أسس له على غفلة من فكر الإمامي طبعا يكون في علم الأعزاء أنا مو ضد المنهج السندي يكون في علمكم ولكن اللي أقول ليس هو الملاك والعلة التامة للقبول والرفض أجعل السند واحدة من القراء والأمارات للقبول وعدم القبول مو أنه هو الملاك التام في القبول وعدم القبول لا لا أبدا وهكذا أحزائي روايات التاريخ ذهبت أدراج الرياح عندنا وروايات الأخلاق وروايات السيرة وروايات التفسير وروايات القصاص وروايات المواعظ كلها صارت ماذا؟ في سلة إهمال الحوزات العلمية سببه ما هو؟ ها؟ سببه هذا المنهج السندي الذي في اعتقادي أسس على غير أساس علمي دقيق يمكن الدفاع عنه هسا النقاط المنهجية الأخرى التي أختلف فيها مع المشهور ستأتي غد والحمد لله رب العالمين سالين صاد قلوبا أممي بجمال وشارت حل في ساحة وادي سلمي وعلى رتن ورد ليس في العرب ولا في العجمي مثله رطب الجسد صحت لما حل في المنتزمي وعلى حجر ورد آياء الخيب وبال العلبي مدد الله مدد الله مدد الله